أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن التقص المتوقع اليوم الأربعاء في مملكة البحرين سيكون غائما جزئيا أحيانا ثم يتحول إلى غائم مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة هذه الليلة هذا وأكدت أن الرياح ستكون جنوبية شرقية بوجه عام من 12 إلى 17 عقدة ثم تتحول إلى شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل إلى 20 عقدة أحيانا خلال الليلة كما حضرت إدارة الأرصاد من رياح شديدة السرعة واضحة أن ارتفاع الموجة سيتراوح من قدم إلى ثلاثة أقدام ويصل إلى ستة أقدام في عرض البحر اشتركوا في القناة